بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاك يفحلكم إن شاء الله دائما بخير درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الاعدادي شرح وحلوة توضيح أسئلة امتحان اختبار نموذج يونت 5 ليونت الخامس للتدريب والاطلاع شكرا الله ثم شكرا لكم دعمكم تجيعكم دعوتكم طيب وتعليقاتكم الحلوة المحفزة المشجعة شاركوا لكي تعمل فائده يستفديد جميع زكاة العلم نشرة والدالع الخير كفالة امتحان من 70 درجة إذا أكوا شوي خلل بتقسيم درجة اعذروني لأنهم سويها على السريع ومستعجل بس المتحان الشهري حسب النظام المتحانات الفصلية والعفاء من 70 درجة التحريري 30 درجة الشفهي نبدأ بسم الله الآن سين باسج القطعة الخارجية 3 thieves broke into a rich man's house and took all his money 3 لصوص اقتحموا ما زل رجل غني وأخذوا جميع أمواله they carried all his money into a lonely room where they lived ناقلوا أو حملوا جميع الأموال معهم في الغرفة وحيدة فارغة وحيدة حيث هم يعيشون they sent the youngest of them to the nearest village to buy some food هم أرسلوا أصغر واحد بهم إلى أقرب قرية لكي يشتري بعض الطعام when he was away عندما هو كان بعيدا his friends thought of killing him to have all the money أصدقائه فكر بمن يقتله لكي يحصلوا على جميع المال he also thought of killing his friends وكذلك فكر بقتل أصدقائه he bought the food and put poison into it هو اشترى الطعام ووضع السم فيه when he returned to the room عندما هو عاد المنزل the other jumped upon him and killed him الآخران قفزوا فوقه وقتلوه and then they sat down and ate the food وثم هما جلتوا أكل الطعام the result was that all of them dead في النتيجة جميعهم ماتوا لأن أكل ماتوا السم you go where did the youngest thief put what did the youngest thief put into the food شخلا اللص بالهذا poison اللي هو السم خلا لهم شو وضع لهم بالطعام number two where did the youngest thief buy the food from من أين اشترى من the nearest village أقرب قرية okay the nearest village أقرب قرية وراها يقول لك number three why did the thieves break into the rich man's house ليش اللصوص اقتحموا ببيت الرجال الغني حتى يأخذون الفلوس اللي هي took all his money or to take his money حتى يأخذون فلوس مزيين number four why did the thief's friends think of كلانجهم لماذا أصدقاء اللص فكروا بعن يقتبلونه على مود يأخذون حصة من الفلوس اللي هي to have all the money for themselves لكي يأخذوا جميع الأموال لهم البعدها يقول لك what happened to them eventually ماذا حدث لهم بعد ذلك اللي هو they all dead كلهم ماتوا بالنهاية آخر شي you could give a suitable title to the passage اضطينا يعني مثلا the three thieves أو أي شي هو شن فكرته اضطينا عنوان مناسب للقطعة مثلا اللصوص الثلاثة أو the rich man أو كذا عادي كلها صح أسألة القطع يقول لك in iraq في العراق what does the bride wear العروسة تلبس قلنا white dress اللي هو الفستان الأبيض اللي هي she wears a white dress تلبس فستان الأبيض زين number two the cafeteria is on the the cafeteria بها طابق كمل اللي هي بالقراند فلور بالطابق الأرضي هاي بالقطعة مع المتحف القراند فلور و Lamassu is on sculpture اختار هاذا الثور من جنح هو عبارة عن تمثال يعود المن لل هذا السيريان اللي هو الآشوري اوكي السيريان اللي هو الآشوري اللي يعني الحضارة الآشورية number four when did the museum get its first collection and where was it stored مثال المتحف حصل على أول تجميعة إلي وأين كانت يعني يتم حفظها فبال 1922 in 1922 in a government building في بناء حكومية البعدها يقولك the حنة is used to bring the bride bad luck الحنة هي متعودين انه تجيب الحفظ السيء للعروسة فهذا false لا هي تجيب good luck حفظ جيد what do men do in traditional baddawian ceremony الرجال ماذا يفعلون في الحفل البدوي التقليدي اللي هما dance with swords dances with swords and wipes they dance traditional dances يرقصون رقصات تقليدية بالسيوف swords وال wipes الأصوات السؤال البعد اللي هو grammar القواعد شي يقول لنا question 2 a number one we plan the party for a week احنا خططنا للحفلة لمدة تسبوع سويلي هاي جملة حولياها present perfect continuous مضارع تم مستمر يعني حطلي have have or has وحطلي وياها been ing فهذا منتهب n قبل اي واحدة فيضعف ing we have been planning for the party for a week okay البعد ها we far the house paint because we didn't like the color use get استخدم ل get دخل ها بالفراغ الاول وصحح الفعل هاذا لان هيا منتج get will have يحاول لان الفعل لا تصريف ثالث فهنان مدام اكو because ودلاء الجملة معنى الجملة بالماضي فراح يصير got وهذا يصير painted الضيف لأيدي اوكي هذا got لان هي معنى الجملة بالماضي ده يستخدمها والpainted لان تأثير got عليه got تأثر على الفعل وتخليه تصريف ثالث زين البعدها ليلة study english from 9 to 11 tomorrow morning حاول لها ل future continuous المستقبل المستمر فشون رح احاولها اضيف will b وفعل b ing قبل اضيف will b فراح اصير will be studying وسي يعني كل هالجملة رح تكون ليلة will be studying english from 9 to 11 tomorrow morning زين عيني البعدها number four i saw a film on tv last night انفرجتلي فيلم على التلفزيون البارحة was used the adverb incredibly استخدم الظرف المقوي للصفة اللي هو incredibly اللي هو بطريقة لا تصدق والصفة on the adjective funny والصفة اللي هي مضحك funny فاحنا شتفقنا من نشوف ظرف وصفة بهذا النوع أبو المقوي للصفة فنخليه قبل الصفة قبل فرح يصير i saw an incredibly funny film اوكي هايش رح يصير i saw an اللي بدلتها بالآن incredibly funny film on tv last night زين البعد ها make the dinner for your brother offer shall قدم عرف باستخدام shall لأخوك إن بأنه تسئلة العشة لأخوك فاش رح تقوله shall تريد shall i وانقل make the dinner for you أو for my brother وبالأخير علامة تستفهم اوكي shall i make the dinner for you اللي هي الأحلى والأصح اوكي وفي حال نسيت وبدلت مثلا اليور بالماء وذا سويت shall i make the dinner for your brother راح تمشي بس الأصح أنه تسويها you الأصح والأحلى البعد عمر never be to spain before present perfect simple سوئن جملة بالمضارع التام البسيط يعني محتاجين have or has ويا عمر for has والنفر تنقلها والتصفيف ثالث للفعل اللي هو بي رح يصير بين انقل 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 هاي فصارت has never been أوكي والباقي كل النقل بس صححنا البيان قاس هنا يقول لك قدم دعوة invite your friend to have a cup of coffee with you ادعو صديقك حتى تشربون قهوة سوية فاستخدم would you like رح تجيبها invite your friend تنحذف ورح تقول would you like to have a cup of coffee with me بس اليو تحول هل المي هاي من قواعد الثالث متوسط اصلا would you like to have a cup of coffee with me اوكي البعدها يعني سوأت بس حذفت ثلاث كلمات اختيارات قواعد have you ورا الhave لازم فعل تصفات فهو taken she has been ورا الbeen لازم فعل bing اللي هو studying the headmaster agreed واتفقنا هم نفعل three two فعل مجرد اللي هو to give we all stopped talking when the teacher came into هنا اداة الربط الوين قبل ها ماضي بسيط وراها ماضي بسيط بسيط هي مو بس على القواعد هي على المعنى الجملة انه هي بمعنى عندما احنا سكتنا هاي نتيجة عندما المعلم اجي هذا السبب فمثل يعني سكوتنا كان بسبب مجيء المعلم هاي راح يصير يعني i hope dad will يعني صارت كان happy cause i hope dad will ورا الول لازم فعل مجرد اللي هو بي و he had his bicycle مادام هاد فلازم تصريف ثالث الفعل اللي هو stolen بس اشوفكم العجوب على سريع ينا taken و studying to give when will be stolen البعاد ها question 3 a سؤال 5 a ذين الكلمات راح نمليهم بالفراغ الاميزن قراءة اللي هي very surprising وال overwit اللي هو سمين كلش زاعد الوزن والريلي اللي هو جدا ورا هلازم صفة واللايف اللي هو حيوي او يعني اجتماعي والسيرموني اللي هو حفل والسلم اللي هو نحيف وضعيف ليلة ليلة راح تكون in these clothes راح تكون مثلا lively حيوية هي ترهم وياها lively حيوية he is very he looks as if he's been out in the sun ف هنا اسلم راح تكون لانه انذا اران انه كأنما يركض ركض هواية فرح نخيل اسلم اسلم يعني مبين علي نحيف كأنما يركض هواية i didn't expect that لما توقع ذلك but it was an amazing party حفلة رايعة and amazing و he shouldn't eat so many sweets he is a bit overweight مدام بها shouldn't eat فقنا overweight و the comedy was مدام funny فوياها لازم incredibly or really really funny وهذا من التعريف من السيرموني is a formal event هو في المناسبة الرسمية to celebrate a special occasion للاحتفال بمناسبة خاصة فالأجوب بقنا لفلي وسلم و amazing overweight و رلي وسلم و سلم و أبو التوصيل وصلنا للسؤال التوصيل I have I have a test tomorrow عندي اختبار واتجر so I will be studying all night هن رح أدرس طول الليل فهي C والبعدها شوان and نايل will be ذول اش رح يكونون E playing football together يلعبون كرة قدم سوية هل أنت سوف تكون وياها لازم عامة استفهم going to the concert ذهبا للحفل عامة استفهم number four he is going to university in another town so he won't be سوف يذهب للجامعة مدينة أخرى لذا هو سوف لن be living at home next year ما رح يعيش بهذا البيت سنة الجاية number five I have lots of visitors tomorrow عندي زوار كثيرين غدا so I'll be لذا سوف أكون cooking all day أطبخ لهم طول اليوم ف C E D B A البعد ه رح ناخذ على الشاعر WB Yeats اللي هو William Butler Yeats القصيدة ما التمال when you are old 1892 He was the son of هو كان ابن رجل شبي والن Irish painter اللي هو John bitlariates love fled هذه كان مستخدمها here the poet uses بها الشاعر استخدم metaphor لو personification استخدم personification التشخيص التشخيص و what is the rhyme of the poem شنو الجناس الجناس هذي كان ABBA CDDC EFFE okay نفس الوزن بيت 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 يترجع okay البعد هاي يقول where is he where he was rebirth later اينا عادت تم عادت دفنه لاحقا بلدا اللي هي ارلندا in his homeland ارلند okay و number five the poem talks about امان's endless and sincere love towards his woman القصيدة كانت تتحدث عن حب الرجل اللانهائي والمخلص للمرأة التي كان يحبها فتعتبر يعني التروس صحيحة لانه وذا يحكي عن الحب والبعد هنا يقول لك name one of his famous bones عدد واحدة من قصائده المشهورة فلو تكتب easter easter 1916 لو ذلك lake is of in sphere in spree لو sailing to byzantium واحدة من عدها صح لأنه ذني لمساوهن موجودات من منهج متك سؤال اللي أملأ فرع بي play played ضع لها id fix وضيف id fixed very bad هي terrible والvery good هي fantastic eat صارت eaten كات يبقى نفسه تصيفة ثالث windows صارت windows وضفت لها s hummingbird هذا بس هم أضيف ل s والvisit ظهر في ing اللي كان بسهر في الif في ing coming والi والاختصارها ifar z will walnut اختصارها w o n far z t ف fixed fantastic cut human birds coming want آخر سؤال سؤال إنشاء واللي هو على التقاليد الزواج مال wedding customs in iraq قاري ما بي حيل بعد تقدرون تراجعون الفيديوهات هذا هو إن شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم شاركوا كي تعمل فائدة يستفيد جميع تحياتي لكم مع السلامة